اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لعلي اكتشف سر هذا الصندوق صباح الخير ما اسمك؟ انا كريم لماذا لا تجلس وتأكل طعامك حتى لا ينتهي الوقت؟ فانا ارى طعاما كثيرا في هذا الصندوق نعم يا معلمتي سأفعل ولكن علي أولا أن أبحث عن شريك هل يمكنك أن توضح لي أكثر؟ كل يوم تعطيني أمي طعاما كثيرا حتى أشارك فيه أحد زملائي وأنا أبحث عن زميل يشاركني أنت جميل يا كريم وأتمنى أن تجد شريكك سريعا طب يا سنة ثانية في كل يوم في المدرسة بيبقى فيه وقت كده مخصص التلاميذ بيتناول فيه طعامهم بيه وقت مخصص أصلا كده التلاميذ بيجلسوا في أماكنهم وكل واحد منهم بيبدأ يأكل الأكل بتاعه أو بيتناول الطعام بتاعه تمام؟ فالتلاميذ هنا في الدرس عملوا كده معادة واحد بس ما عملش كده طب كان بيعمل إيه سنة ثانية؟ كان بيتنقل بين التلاميذ وكان بيحمل الصندوق بتاع الطعام بتاعه فجذب انتباه المعلمة تصرف الولد ده طيب يعني إيه كلمة لفت انتباهي أنا قلت من شوية لفت انتباهي يعني جذب انتباهي لفت انتباهي يعني إيه سنة ثانية؟ يعني جذب انتباهي لفت انتباهي يعني إيه؟ جذب انتباهي فالتصرف الولد ده جذب انتباهي المعلمة أو لفت انتباهي المعلمة فخلى المعلمة اقتربت منه وسألته في الاول بتسأله عن اسمه بتقول له ما اسمك قال لها اسم ايه انا كريم يبقى الولد زي منك كان اسمه ايه اسمه كريم فالمعلمة سألته هو انت ليه مش ما جلستش في مكانك زي زميلك وبدأت تاكل الطعم بتاعك فكريم رد على المعلمة وقال لها انا هعمل كده يا معلمة سأفعل يا معلمتي يعني انا هعمل كده بس الاول انا ببحث عن شريك طبعا طبعا المعلمة كانت عايزة يوضح لها اكتر هو ليه اصلا بيبحث عن شريك طب يعني من اللي يعرف يا سنة تانية يعني كلمة شريك الشريك يعني من يتعاون معي يبقى اللي بيتعاون معي ده اسمه ايه شريك يبقى شريك يعني ايه من يتعاون معي شريك يعني من يتعاون معي فازمنا كريم رد على المعلمة وقال لها ايه ان كل يوم والدة كريم بتديله طعام كتير بتديله طعام ايه طعاما كثيرا بتديله طعاما ايه كثيرا طب ليه بتديره طعاما كثيرا يا سنتانية عشان يشارك غيره فيه يعني بحيث ان حد تاني من زميله يجي يأكل من الطعام ده وهو حاليا يعني بيبحث عن شريك بحيث ايه يأكل معايا الاكل ده فالمعلمة فرحت بي جدا فرحت بي طب يا سنتانية من اللي عايز يعمل زي زمينة كريم كده طبعا كلنا عايزين نعمل زي زمينة كريم واحنا استفدنا منه ايه يعني نقدر نوصف كريم بالنوع ايه متعاون التعاون ده ان انا اعاون غيري مثلا في الحاجة ودي طبعا صفها جميلة خالص طب يا سنتانية شايفين القطع دي من الشاطر اللي يقدر يطلع لي منها حرف جر فيه فيه حرف ايه حرف جر طيب لم كمرية زي كلمة ايه المدرسة زي كلمة ايه المدرسة طيب الطعام الطعام دي لم شمسية ولا لم كمرية لم شمسية طب المفتوح لم كمرية ولا لم شمسية لم كمرية طب التلاميذ التلاميذ لم شمسية ولا لم كمرية لم شمسية طيب يا سنتانية كلمة طعامي الهاء اللي فيها دي اسمها ايه اسمها ايه هاء ضمير اسمها ايه هاء ضمير طب احنا قلنا كلمة لفت انتباهي يعني كلمة لفت انتباهي يا سنة تانية يعني جذب انتباهي لفت انتباهي يعني ايه يعني جذب انتباهي لفت انتباهي يعني جذب انتباهي وبرضو في القطعة دي فيها حرف جر متصل اللي هو الباب زي كلمة بالمدرسة انما فيه حرف جر بس منفصل شطر يا سنة تانية انتو شطر اوي طب يا سنة تانية لما جاز قاله اقول ماذا لفت انتباهي المعلمة اللي لفت انتباه المعلمة ولد صغير يمسك بصندوق طعامه طب يا سنة تانية ولد جمعها ايه اولاد شطار طب صغير حكس صغير ايه كبير يبقى صغير حكسها كبير طب كلمة الطعام الطعام جمعها ايه الاطعمة شطار يا سنة تانية طب كلمة التلاميس التلاميس مفردها ايه التلميس شطار يا سنة تانية طب يا سنة تانية من يقدر يطلع لي من القطع اللي احنا شايفينها ضمير متكلم ضمير متكلم انا بارك الله وفيك يبقى انا دي ايه ضمير متكلم طيب عايزة اسلوب استفهام من القطع اللي احنا شايفينها دي ما اسمك بارك الله وفيك طب كلمة الصندوق دي لم شمسيه يلم قمريه نحنا قليناً بني لم شمسيه Are they imagine or am YA HUM sósian طبعاً مفرد ت máximo مفرد طيب كلِّطيت عنصان لما يقول ماذا موجدت في الصندوق الصندوق كان في ايه طعاماً كثيراً قم بني توسط gently في الصندوق طعاماً كثيراً من الشطر الذي طلّع له التنويين بالفتحة من القطع التي نراها كلمه طعاماً بارك الله فىك وكلمة كثيراً طي من الشاطر اللي يطلع لإسمه إن شاء الله هذا بارك الله فيك